شهد وزير الاوقاف محمد مختار جمع افتتاح مسجد ابو الشقة في مدينة السادس من اكتوبر واشار وزير الاوقاف الى انه بافتتاح هذا المسجد يصل اجمالي ما تم افتتاحه الى 1315 مسجدا في اقل من 9 اشهر وبلغ العدد اكثر من 1400 مسجدا في افتتاحات المساجد الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية منذ شهر سبتمبر من عام 2020 وحتى الان افتتاح مسجد ابو الشقة بمدينة السادس من اكتوبر محافظة الجيزة في حضور وزير الاوقاف ومحافظة الجيزة وعدد من اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب مسجد اقيم على طراز معماري وبناء هندسي يصر اعين الناظرين كباقي البناء الذي انتهجته الدولة المصرية في مختلف القطاعات لا مجل اطلاقا بها لعادة بناء زوايا او مصليات وانما هو المسجد الجامع بهذا المفهوم العصري العظيم وما تم في مصر من عمار البيوت اللي عز وجل في الست سنوات الاخيرة لم يحدث عباء التاريخ لا بهذه النوعية ولا بهذه الكمية ولا بهذا الدعم ولا بهذا التواجد ولا بهذه الوحيات ولم يقف بناء الدولة المصرية على بناء دور العبادة في حزب انما في مختلف القطاعات على مستوى المحافظات كالتي تشهدها محافظة الجيزة الان عندنا مراكز كانت بالكامل محرومة من خدمة الصرف الصحي النهاردة تنات ثلاث مراكز دخلها الصرف الصحي حضرتك النهاردة الصف اطفيح العياط الوحات البحرية حضرتك النهاردة بالاضافة لمشروعات اللي بتتم النهاردة حياة كريمة النهاردة على مستوى القرى فالتنمية تنمية شاملة وممتدة من المدن للقرى لربوع المحافظة كلها نشاء وتشهيد وتطوير العديد من المساجد قاربت الالف وثلاثمائة مسجد وده رقم غير مسبوك في تسعة اشهر خطبة الجمعة لوزير الاوقاف اكدت على دور مصر المحوري والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية وتحركاتها في صون الامن والاستقرار بالمنطقة لا بد ان نشيد بجهود الدولة المصرية التي ادت واصمعت وقفا للعدوان على غزة وللمواقف المشرفة والمبادرة العظيمة التي اطلقها السيد الرئيس لاعادة اعمار غزة واخيرا ما تراه الاعين في اموذج بناء المساجد بالاشكال الهندسية الحديثة كالذي تعكسه الكاميرا الان نوع من انواع البناء ولمثل هذا فليعمل العاملون وتستمر وزارة الاوقاف في افتتاحات المساجد الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية بتراز ماماري فريد وجودة في التنفيذ ليكون وبحق بناء الدولة المصرية الحديثة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من مسجد ابو شقة بمدينة السادس من اكتوبر وليد هيكل النيل